ثلاثة وسبعون عاماً مضت على جريمة اغتيال المستشار أحمد الخازندار على يد الإخوان الإرهابية ولا تزال تلك الجريمة شاهدة على التاريخ الدموي لتلك الجماعة ومؤسسها حسن البنة العملية نفذتها عناصر من الإخوان الإرهابية بعد الحكم الذي صدر من القاضي الخازندار ضد عدد من شباب التنظيم الإرهابي لتصدر الأوامر للتنظيم الخاص من قائده عبد الرحمن السندي بتنفيذ عملية الاغتيال ليقوم بها عضو الجماعة حسن عبد الحافظ ومحمود زنهم وفي قسم الشرطة عثر بحوزة المتهمين لاثنين على أوراق تثبت انتمائهما لجماعة الإخوان الإرهابية لتقوم النيابة باستدعاء مرشدها أنذاك حسن البنة والذي أنكر معرفته بهما تماماً يتراجع بعدها ويعلن معرفته للمتهم حسن عبد الحافظ ثم نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار وجاءت تلك الجريمة لتؤكد تسطر هذا التنظيم برداء الدين متبنياً العنف والإرهاب لتحقيق مخططاته وأجنداته التخريبية التي تضع مصلحة الجماعة الإرهابية فوق أي اعتبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر